ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية باهي البرازيلية لثمانية عشر شخصا كما اعلنت السلطات في حين اجبرت السيول خمسة وثلاثين الف شخص على النزوح واعلن عن اصابة مائتين وستة وثمانين شخصا بجروح منذ بدءه طول الامطار الغزيرة وفقدان شخصين وارتفع عدد البلدات التي اعلنت حالة الطوارئ الى اثنتين وسبعين بينها ثمانية وخمسين تعاني من ازمات شديدة بسبب الفيضانات واجرت عملية مشتركة اطلقتها حكومة ولاية بايا والحكومة الفيدرالية بمشاركة افراد ومروحيات ومعدات لاغذة الاف السكان المحاصرين بالتعاون مع ولاية اخرى مثل ميناس جيرايس واسبيرتو سانتو وساوبولو